يوما بعد يوم تتكشف جوانب من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والتي يريد طرفاها خوضها بعيدا عن أراضيهما ومصالحهما وإذا كانت الولايات المتحدة تبعد آلاف الكيلومترات فإن هناك أرضا أخرى محتلة أيضا لا ترغب واشنطن بأن تصلها نيران تلك المواجهة لذا تحرك حليفتها وربيبتها لتوسع دائرة استهداف إيران بعد الغارات التي تشنها في سوريا لتضرب في العراق والحديث هنا عن الكيان الصهيوني بعد قصف معسكر أميرلي شرقية صلاح الدين والذي تسبب بمقتل عناصر من الميليشيات والحرس الثوري الإيراني أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن القوات الصهيونية شنت غارة ثانية خلال الشهر الحالي استهدفت معسكر أشرف بمحافظة ديالا الواقع على بعد ثمانين كيلومتر من الحدود مع إيران المعسكر الذي كانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة تتخذ منه مقرا لها وبات اليوم يحمل اسم معسكر أبو منتظر لمحمداوي تلقى ضربة استهدفت شحنة من قاذفات صواريخ باليستية تم نقلها مؤخرا من إيران ما أدى إلى إصابة مستشارين إيرانيين صحيفة اندبندت نقلت عن مسؤول عسكري صهيوني قوله إن تل أبيب تحركت في العراق كما تتحرك في سوريا وتستطيع التحرك في اليمن وفي إيران من أجل منع أعدائها من نقل الأسلحة النوعية أو التمركز في نقاط استراتيجية في المنطقة وذلك بالتزامن مع الإعلان عن إجراء تجارب صهيونية أمريكية على صاروخ سهم ثلاثة في ألاسكا وهما يمكن تل أبيب من اعتراض أي صاروخ باليستي قادم من إيران الموقف الرسمي في بغداد ظهر على لسان رئيس الوزراء عدل عبد المهدي الذي حاول نفي الضلوع الطيران الصهيوني بالهجومين مستندا إلى رواية ميليشيات الحجد الحادثة في أمر البسيط لا يجد فيها ضحايا رغم أن الإعلان تكلم عن خمسة وستة الحشد نفسه أوصل التحقيق إلى القائد العام لا يجد هذا العدد من الضحايا والتفجير بسيط ليس ضخم نفي ميليشيات الحجد والحكومة في بغداد تكذبه الشواهد الكثير التي تؤكد أن مقاتل النوع F-35 الصهيونية قصفت مواقع في العراق قبل عشرة أيام على وفق ما أعلنته مجددا مصادر غربية وصهيونية عديدة زد على ذلك قيام ميليشيات الحجد بتغيير مواقعها وإخلائها من الصواريخ والأسلحة الثقيلة في ساعات متأخرة من الليل بطرق وعرة تجنبا لكشف المواقع الجديدة وقيامها أيضا بخزن أسلحتها الثقيلة في خنادق تحت الأرض ونشر عناصرها في المدن والقرى المأهولة بالسكان ليكون العراقيون مجددا دروا عن بشرية ووقودا لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل